المشاهدين الألعاب هي مو بس حكر على الأصغار وهالشي ينطبق حتى على الألعاب الإلكترونية بالحقيقة الألعاب الإلكترونية مخصصة للكبار لدرجة صار عندهم اتحاد خاص خلونا نروح بالزيارة للاتحاد العراقي للألعاب الإلكترونية وخلينا نشوف شنو هذي نشاطاته انا حيدر جعفر رئيس الاتحاد العراقي للرياضة الإلكترونية طبعا فكرة تأسيس تشكيل الاتحاد ترجع من قبل عشر سنين حوالي سنة 2010 حتى أكثر ما نشوفني الشغلة صارت بدأت على أنه كان عندنا مشاركة على مستوى عالمي ونصدمنا أنهم يريدون اعتراف رسمي من الدولة خصوصا يعني وزارة الشباب والرياضة فبدأنا نشتغل على هذا الموضوع وكان عندنا تواصل مباشر والإتحاد العالمي فكنا على فد هواي حواجل صارت في أساس تشكيل هذا الاتحاد لأن كفكرة جديدة صارنا ثلاثة شهر تقريبا أكثر شوية من شكل الاتحاد العراق بهاي الفترة الصغيرة قدر يحصل يوم واحد وعشرين تم تتويجي العراق بريق برو كلاب بطل البطولة العربية فالعراق رسميا أخذ جائزة البطولة العربية لهذه السنة 2021 برو كلاب نحب نحييهم طبعا على شديدهم العراق اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العالمي وهذا شيء بس من 160 دولة وملكة فقط 38 دولة من ضمنها العراق إنه حق التصويت وحق الترشيح يعني نحن ممكن من نهاية الإدارية نقدر رشح للاتحاد العالمي طينا هذا الشيء يعني تصوري حتى اتحاد كرة القدم ما عنده حق العضوية مثلا بالفيفا نحن عدنا حق العضوية الكاملة اشتركوا في القناة